نظم المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن باتعاون مع منظمة اليونسيف الدورة التدريبية للعاملين الصحيين حول صحة الأم والطفل وأهمية اللقاحات الدورة تهدف إلى إكساب أربعين مشاركا من محافظات عدن أبيا ولا حج معلومات ومعارفة عن رفع مستوى الوعي للعاملين الصحيين حيال قضايا صحة الأم والطفل والتحصين والتغذية ودليل رسائل حياة والتحصين والجدوى الخاص به وأهميته والشائعات وكيفية الرد عليها ومبادئ تغيير السلوك المجتمعي ومهام العاملين الصحيين ومعلوماتهن عن الوقاية من مرض الكوليرا وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة المشرف العامة على المركز الوطني لتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة إشراق سباعي أهمية تغيير السلوك ورفع مستوى الوعي وتعزيز الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل وسير باتجاه الحد من وفيات الأمهات والمواليد دعية المشاركين إلى استلهام مفردات الدورة والعمل على تعميم المعارف على نطاق واسع في مرافقهم الصحية